مرحبا بكم اليوم أسعد باستقبال معنا هنا في الأستوديو سيد شكيب حفيظ وهو ممثل عن نادي أو جمعية بسكلا تقرأ وهو أيضا عضو في فريق التنظيم الدخول الثقافي المنظم من طرف وزارة الثقافة سي حفيظ أهلا محبوب كمان اليوم وشكرا لقبولك الدعوة السلام عليكم أول شيء نشكر أستاذ أمير عديد دعوة الكلمة مرحبا كل متتبعين قناة الأنس حفيظ أنت الجينا اليوم من وسط النشاط الثقافي المنظم من طرف الوزارة ربما أعطينا صورة على هذا النشاط كيف تم ماذا سيتم أيضا ماذا ستطر لهذه السنة إن صح التعبير الدخول الثقافي هي مبادرة جديدة قامت بها الوزارة الثقافة هذه السنة هذا الدخول الثقافي سيكون متنوع بأنشطته المختلفة من ندوات فكرية وندوات فلسفية معارض للفؤون التشكيلية مسرحيات ومعارض فنية أيضا وأنشطة أخرى فنية الشيء الجميل في هذا الدخول الثقافي هو أنشطة مختلفة في كل طبوع الثقافية موجود فيها حتى مست حتى كل شريح المجتمع حبينا تكون هذه التظاهر شيء سنوي يقام كل سنة من طرف وزارة الثقافة وكل مديرية الثقافة في أرجاء الوطن هل كان تنظيمة الظاهرة يعني هو بادرة من وزارة الثقافة أم كان من اقتراحكم واختراح الجمعيات والنوادي يعني وهي مبادرة من طرف وزارة الثقافة هي كمنطرف المستشار أحميد العيشي اقترح هذا المشروع على وزارة الثقافة اللي بادرت بهذه المبادرة والشي جميل أنها مبادرة من فريق شباني من إطارات وزارة الثقافة وبعض فاعلين في الجانب الثقافي الوطني أنت جاي من وليد بسكرة طبعا أنا نموذج جاي من وليد بسكرة واني جزء من هذا الفريق الرائع الشباني لو يقدم بشيء كبير جدا مجهودات من لينهار يشتغلون على هذا بإنجاح هذا التظاهرة شوفيها شيء جميل ومبادرة لتكون حاجة جديدة وتكون دائما هو طالما ربما كان فيها البعض يقول أنه في تقصير من وزارة الثقافة لم تعرض انتباه أو اهتمام كبير إلى الوسط الأدبية الثقافي الفني المحترم فكانت تأمى تلام على ذلك فهل هي اليوم انعطافة جديدة في الوسط الثقافي ككل والله يبدو المجاملة ونرمش الورود كما يقول صراحة الأبوة مفتوح أنا مثلا نموذج أمامكم يليد بسكرة الله بدون كما يقول به قوسين بدون واسطة ولا شيء فقط أن أي شخص يقدم الإضافة يرحب به الأبوة بدأت مفتوحة وهناك عدة مبادرة شبانية ورحبت بها وجسدت وهناك من رأي تحت المرافقة المتابعة شي جميل فيها في هذه الفريق الجديد في الوزارة الثقافة أنهم يشتغلون مع أي فكرة ترجع بالفائدة على الثقافة بشكل عام في الجزاء طيب أيضا كان هي فرصة أيضا لاستقبال النوادي الأدبية وأنتم روما أحدها وأعتقد كان في بعض المقترحات التي قدمتموها من أجل تنظيم إن صح التعبير وهيكلة هذا الجانب الذي يعتني بالجانب الأدبي النقطة هذه مهمة جدا النوادي القراءة صراحة هي نقطة المضيئة في جانب القراءة أو المطالعة في الجزاء تحتاج مرافقة ومتابعة شي جميل أن الوزارة عندما اقترحت عليهم أن يكون هناك لقاء وطني يجمع كل هذه النوادي والجمعيات في غطاء واحد ورحبوا الفكرة والعكس ساهموا في أن يجلبوا هذه النوادي وموثل النوادي والجمعيات إلى الجزاء العاصمة ليقام هذا الحدث كان هناك نقاء صغير لخمسة عشر نادي عن طريق تطبيق زوم مع وزير الثقافة والتي نشكر على أنها وفقت وساهمت في أن هذا اللقاء يكون موجود في أرض الواقع هذا اللقاء كنا نحب منه عدة نقاط أول شي يعرفوا أن هناك نوادي تشتغل في كل ولاية الثاني شيء أن هناك شبان شبان حقيقيين يحبون القرارة المطالعة ويعملون بدون أي مقابل هم متطوعون يريدون فقط أن ينشروا ثقافة المطالعة في وصل المجتمع الجزائري وخدمة للثقافة شيء آخر حبين أن هذا النوادي تعبع المشاكل التي عندها المشاكل الكثيرة التي سنتحدث عنها في حديثنا حبينا أن يكونوا يد واحدة لأنه حبينا تكون هناك فكرة أن هذه النوادي تكون في غطاء هذا غطاء يخليها تكون قوية وتكون فاعلة هل تستغلون الآن حاليا أنتم كنادي هل تحت اسم جمعية أم فقط لا الشيء جميل أنه بس كاتقرة تحولت إلى جمعية كانت نادي ثم تحولت إلى جمعية كانت نشغل بأريحية أكثر حتى النقطة مهمة عن النوادي كان من النقاط للمستاذه والغطاء القانون لهذه النوادي كيف تكون؟ هل تكون تحت لواء المكتبات أو لواء دور الثقافة إلى آخره هذه النقاط التي سألناها للوزير الثقافة التي جاوبت أنها قدمت مرسوم كتابي لكل مكتبات الوطنية لكل دور الثقافة أن تفتح فضاءات خاصة ودائمة لهذه النوادي القرافة الجزاء أمر كتابي قدمته وهذا الأمر نراها بضلة خير من طرف وزير الثقافة أيضا من النقاط مهمة جدا والبير القطير إدارية هذه نقطة تكلمنا عليها بصراحة أمام الوزيرة وهي بنفسها قالت أنها كانت تعمل في جامعة ثقافة كنت عندها جمعية تشتغل فيها وكانت تعرف أن هناك كثير من الصعوبات من جامعة الإدارية وهذه النقطة أيضا قالت أنها مادة تعليمات لكل مديرية ثقافة في قطر الجزائر أن هذه النوادي تعمل بصفة خاصة بصفة أنها تقدم لها كل تسهيلات من ناحية المقر من ناحية الدعم اللوجستيكي والمادي هناك بعض المديريات جاوبت حاليا صراحة أن هذه ما يقول ما يخبيش هذا الأمر وبعض الأمور ما زالت مع الوقت إن شاء الله مع هذا اللقاء سيكون مفصل ويفتح أبواب لهذه النوادي كي تشتغل وتعطي أكثر هذه النوادي فقط هدفها ليس أنها يساعدها فقط هدفها أنها حابة تطور وتستمر في هذا العطاء أنها تستقطب كثير من الشبان هذه الشبان في قطر الجزائر أعطينا صورة المختلفة للأنشطة التي تقوم بها هذه النوادي هذه النوادي نعطيك مثال هناك أنا أعطيك مثال لبسكاتة قراءة نقوم بملتقى وطني يجمع هذه النوادي في مكان واحد ملتقى وطني القراءة يجمع الكتاب يجمع محبي القراءة يورشت قراءة تفاعلية قراءة مناقشت تبدل كتب أمور كثيرة من أنشطة لخلت حركية القراءة في فترة أخيرة رجعت بقوة في الجزائر بسبب هذه النوادي هذه النوادي بنسبة لنا مكسب ومكسب للوزارة بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة لهذا أنا أتمنى أن الوزارة تبقى ترفقهم وتدعمهم لأن الأنشطة يقوموا بها خاصة الورشات المناقشة كتب الدورية يقوموا بها مناقشة حتى إلكترونية حتى في وقت الكوفيد ما توقفوش سيعملوا تطبيقات مثل من السنزوم يعني هو جانب يخلق بعض الديناميكية والحيوية ويخلنا يبعدنا على أنه ما كانش مقرؤية في الجزائر وأنه الشباب ما يقراش وأنه ما فيش أنشطة ثقافية وأيضا حتى أنه الجانب الثقافي ما كانش فيه كثير من الأنشطة يعني على غيراربورك فقط الأمدية اللي هي كل وجل أصحابها متطوعين طبعا شيء جميع يقول لك دائم في هذه النوادي أنه كل مرة تخلق أفكار جديدة خلق أفكار جديدة أفكار غير تقليدية خلت دائما إبداعية الشيء جميل أنه الشباب عندهم نظرة على العالم نظرة على العالم يسقطوها على المجتمع الجزائري يكونون أنشطة مختلفة بلمستهم الخاصة خلت أنهم دائما هناك متتبعين لهم تخيل أنه هذه النوادي تستقطب في نشاط واحد أكثر من 300 شاب وهذا أمر ممكن في قوسين أحزاب سياسية ما تقدرش تفعلها وهذا الشيء يجميل لهذه النوادي أنها تشغل بشيء كبير وبإمكانية منعدمة هم فقط يريدون مقر وفضاء ينشطون فيه بعض دعم اللوجيستيكي اللي كانوا يكبرون هذه المسيرة وفيه يعني أنت قلت بأنه هناك توصيات خاصة بهذه النوادي حتى ترتقي وترتقي بها كل ولاية وكل مديرية ثقافة في حسب المنطقة وحسب الجهة لكن هل فيه أمور ملموسة فعلا خطة عمل خاصة مع هذه النوادي خاصة النوادي اللي يمشارك الآن في الافتتاح الثقافي فيه مخطط فيه ورشات مستقبل فيه نقاط عملية يعني أول شيء قررنا ننأسه رابطة رابطة تجمع هذه النوادي في فلك واحد رابطة قانونية تحت مساند طرف وزارة الثقافة لكي تكون أمر قانوني أول شيء من ثم أول شيء حبينا لهذه النوادي أنا ممثلين هذه النوادي الرابطة هذه خاصة فقط من النوادي التي تكون بالقراءة أم نوادي ثقافية طبعا تقريبا تقريبا بصفة خاصة نوادي قراءة في الجزيرة هذا النقطة المهمة جدا نعم لأن القراءة في المطالعات دائما يقولون أنه الشعب الجزيرة لا يقرأ ولكن حقيقة هناك فئة صاعدة تقرأ بشغف تقرأ بطريقة نسبة مقرؤية عندها كبيرة جدا نقطة ثانية مهمة أول شيء حبينا نعمل عليه هو تكوين رؤساء هذه النوادي ممثلة حبينا قبل كل شيء ما نستمر في العطاء أو الأنشطة أنه هذه الرؤساء النوادي ممثلة يتكونوا هذه نقطة مهمة جدا بعد هذا التكوين رح يكون هناك تنسيق مستمر من ناحية التعاون في الأنشطة أو حتى إذا كان هناك مشاكل في هذه النوادي نحاول فنسهم في حل هذه المشاكل كي تستمر هذه النقطة وثانية شيء نسطره برنامج برنامج مشترك يعني كل نادي عنده برنامج حيث تبادلوا التجارب والخبار بين هذه النوادي هذا الربي ستكون شيء جميل جدا ستكون ترجع بالفائدة أكثر لهذه وكأن بكم ربما تريدون إرساء مشروع ثقافي في الجزائر والله لن أقول هذا الكلام ولك فقط هنا حبينا ننظم أنفسنا فقط بدون أي فكرة أخرى هنا ثقافة ليس عيب أنه يكون مشروع ثقافي لأنه شيء جميل شيء يلتم ويوحد كل الجزائرين خاصة القراءة ومختلف الطبواء الثقافية والأدبية يعني شيء جميل هو حبينا أن مشروع القراءة في الجزائر يتطور وينمو ويرسخ في فئة الشباب والأطفال هذا هو هدفنا لأنه هل تحضرون أمثلة معينة لدول عربية مثلا هناك نموذج معروف هي تنوين هي سلسلة تنوين لنشأة عمضان في فلسطين موجودة في الجزائرين وتشرت كثير فينا وكان هناك نوادي تنوين كثيرة هذا مشروع خاص هناك حبينا نديره مشروع مشروعنا جزائري جزائري خاص بنا بطابع جزائري وبأيادي جزائرية شبانية إن شاء الله ما هي تفاصيل مشروع تنوين خلينا نشوفه نستفاده من هذه التجربة هو تنوين هي مشروع ومشروع القراءة تقول مشروع عربي يحاول أنه ينشر ثقافة المطالبة وقراءة في أوصال الشباب بأسلوب خاص بأسلوب أنه هناك منقش كتب دورية كل 15 يوم يحاولوا عندهم كما يقولون برنامج لكتب معينة وفي وقت زمني معين نعم لوقت زمني معين نعم يشتغلوا عليه كثير في الدول العربية وفي الجزاء تشار بقوة هذه النوادي موجودة تنوين تقريبا في معظم توجد سلسلة تنوين أنا أحببين إن شاء الله لأن الوطن العربي معروف بأنه لا يقرأ معروف أنا دائما فاحتضان مثل هكذا نوادي ومثل هكذا أنشطة ربما هي بادرة خير فعلا وأنه حتى الوزارة تلتفت لمثل هكذا مشروع أعتقد شيء جميل ويحكس حتى الشباب الذي هو عاطل ومعطل وخامل بسبب بعض الممارسة البيروغراطية وبعض المبالات من طرف الجهات المانية ويحسب لها الوزارة أنها فتحت الأبواب وخلت الشباب تتكلم بصراحة بطلاقة بدون أي قيد بدون أي توصية عليها أنها تتكلمت بعفوية نعم و الوزيرة قبلت ذلك برح بصدر سمعتك تعلم ان هناك مشكل كثيرة لهذه النوادي لان النوادي عانت كثير دائما ناكد بلوركاتية الادارية ان شاء الله هذه النقطة تحول ارا فيها و الوزيرة اولة قال لنا قاعدة تساند حتى انها دعمت هذه النوادي بكتب كثيرة خمسمائة كتاب لكل نادي كاول خطوة انها تدعمها بكتب ناكد على ان هناك بعض نوادي شي جميل فيها أنها قد تشتغل أشيحة الأطفال كما نادي وهران تقرأ أو العين تيموشن تشتغلون كثيرا للأطفال شي جميل جدا شي جميل جدا أن هناك الناس تنمد من وقتها تشتقوا من مالها على الأطفال لأنه هم الأساس ممكن كثير يقولون مجتمع جزيلا يقرأ ولكن والله صراحة عندي تقريبا علاقات في كل وليات الوطن هناك جيل راجع بقوة في القراءة بل سابقا أنا كنت نجد كتاب مثلا في الحافلة كان ينظرون إلي كاني شخص غريب أتم الفضاء والله في الحديقة في ولايتي نفس الشي نفس الأمثلة أخبروني إليها أصدقاء أنه حاجة غريبة جدا ولكن بدا يتعودون عليها الشي الجميل أنه يتعودون شي جميل إذن اليوم شكري جي صحنا مفهوم بأنه الشعب الجزائري فعلا يقرأ وفي فئة كبيرة تقرأ والله صراحة هناك فقط إشكالية إشكالية وين أنه لا توجد قاعد بيانات تمنيت أنه أنه الجهات الرسمية تقوم بقاعد بيانات نسبة مقروية في الجزائري لهذا كي تجيب على هذا التسأل هل شعب الجزائري يقرأ أم لا أنا ممكن أن أعطيك ما أعطيك شي رقم دقيق ولكن نعطيك نسبة خلال تجربة 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 ميدانية وهناك في أكثرة تقرأ في أكثرة تقرأ وخاصة أني شاركت في عدة نقاشات عكتب في كم من ولاية وهناك في أكثرة كثرة فقط قادت هناك إحصائيات نحتاج إحصائيات دقيقة حي تقوم بها الجهات الرسمية من خلال مكتبات من خلال مكتبات مطالعة الرئيسي تابع وزار الثقافة أو مكتبات بلدية تابع كما يقولوا البلدية هذا تخلينا تسهل أيضا ربما شكري أنا أفتح قاوس أنه هو المجال أنه الشباب لا ينتظر وزار الثقافة موجودة منذ مدة والجهات المعنية موجودة منذ مدة ولكن ما شفناش في حركية ولولا النوادي هذه ربما المجال لم يكن ليقتحم فأعتقد هي رسالة كبيرة اليوم إلى كل غيور على الأدب على الثقافة أنه يقتحم ولا ينتظر طبعا شيء جميل في الشباب جريئين هم صديقين في رسالتهم لهذا تحمل الميدان مباشرة بدون أي انتظار أي جهة كانت هذه المبادرة خلت الجهات الرسمية تحتضين هذا الأمر وخلت أنها تقتنع أن هناك فئة حقيقية تقرأ تحتاج المساعدة تحتاج أن تفتح لها الأبواب لأنهم ناس حقيقية نفس بقالة الوزيرة ناس قتلهم هذه الفئة الوحيدة رأيت أنها حقيقية فعلا لأنها عندها قضية تحرم نجلة ناس مهتمين وعندهم قضية وعندهم حتى مطامع شخصية أو مطامع فقط أهمهم الوحيدة هي القراءة وأنه ينشر ثقة المطالعة كثير من المثقة فيه طيب خلينا لو تحدثنا عن القراءة كقراءة يعني أنت تحدث قلت بعض ربما بدأوا مع الصغار يعني في ماذا تفيدنا يعني كمجتمع القراءة لو انتشرت مجتمعيا؟ القراءة مجتمعيا؟ نعم لو انتشرت فعلا نعم وأصبحت في كل ولاية وفي كل مكان النوادي إلى ماذا سنصل يعني؟ لا والله القراءة هي الفائدة يعني؟ هناك نمط حياة حقية نمط حياة تبني شخصية تبني شخصية ممكن الشاب أو المراهج بصفة خاصة إذا بدأ بسن صغير ثاني شيء القراءة بالنسبة لي هي غذاء روحك مثل ما قال ابن بديس الشيء الجميل أن القراءة تخلي الشخص يسافر في الدول العالم يشوف ثقافات يشوف خاصة الكتب الفلسفية أو الفكرية أنه يجعل يصبح نفسه هو ناقد لنفسه وناقد للمجتمع يجعله يفكر بشكل آخر خارج صندوق القراءة بالنسبة لي هي نمط حياة يكون يقوله شخصية الشخص وتجعله أنه يفكر بتفكير مختلف على الباقي المجتمع العادي طيب في آخر نقطة رسالة توجه إلى الشباب المبدأ والشباب الذي ربما لم يبادل بعد إلى مثل هكذا أنا شاطرت والله بالنسبة لي العمل التطوعي بصفة خاصة شيء مهمية جدا ممكن المهارات التي تكتسبها في العمل التطوعي التي تكسبها في الجانب الأكاديمي أو الدراسي ثم إذا كان العمل التطوعي في المجال القراءة أو الثقافي حيكون هناك الضعف اللي هو جانب قيمي كبير قيمي كبير جدا حتكسب مهارات شخصية حتكسب مهارات فكرية بالنسبة لي هذا العمل والله أنا ممكن أموال دورة تكوينية والله ما عانقاه شيء اللي اكتسبته من هذا العمل التطوعي في المجال الثقافي والقراءة شيء لا يحصل ولا يعد ولا يقدر بثمن لهذا ننصح كل شباب أن يتجهوا هذه النوادي ينضموا إليها يساهموا في رقيتها حال هذه النوادي تستمر تبقى سنوات وسنوات تستمر وتعطي للمجتمع لهذا كل شاب عنده وقت فراغ يخليه أنه يخص في هذه النوادي ممكن كثير أنه ما يفقونيش في هذا القرار لكن عندما يجرب تجربة هي تخليه يغير هذا التفكير يغير ممكن الأفكار اللي عنده سابقا أنا نفسي شيء سابقا كنت مستحيل أن أسس نادي أو جمعية ولكن مع مرور الوقت أسس نادي ثم انتقلت إلى جمعية والفكرة قادت جكبر لأنه شيء كنت تقدم فيه فقط في الخطوة الأولى يعني خطوة الأولى وكثير من النوادي اللي يتأسد والله كنت أنا ممكن سبب لها أنا نصحتم أنه كانوا مجموعة نصحتم أنه يؤسوا نادي تنظموا يعني بعد نظموا من نادي إلى جمعية الحمد لله كانت هناك نتيجة إيجابية وهذا الشيء دائما أنصحه لكل شباب وكل المتطوعين إذن هي نصيحة من عند حفيظ شكري إلى المبادرة وفعتمت له هكذا النوادي وقال بلي هي نمط حياة جديد فأدعوكم ويدعوكم حفيظ إلى اكتشاف هذا النمط الجديد من الحياة إذن مشاهدين الأفاضل مستمرين معكم لكن بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة